هننتقل على طول على الكرة الطائرة سهيدة كان عندنا مبرامة على سبورتينج كانت مبرامة مهمة جدا يمكن الشوت التالت شهد يعني منافسة قوية الموتش كانت لعب مبارح على صالة سبورتينج باسكندرية والحقيقة الصالة دي يعني برضو يعني الناس كتير ما بتحبش تلعب عليه أو فرقة كتير وجات نتائج الأشوات كانت تالي 25-24 مش حاجة الصالة مش عشان هي يعني زي اليد دا أو بتاع لا الصالة بتضياء شوية فاللعيبة ما بتحشش قوي بأبعاد الملعب وجات النتائج الأشوات كانت 25-24-25-22 الشوت بقى التاد خرس كام 29-27 هي كانت هنا الشوت كان يعني مقزم بس دا خبرة حلوة من وقت للتاني لازم تعمل شوت كده وتكسبه عشان تفوق وتبقى أنت يعني عندك خبرات حسم المباريات في الأوقات المهمة فرقيتنا طبعا بتصدر الدور براسية 60 نقطة بدون ولا هزيمة بفارق 8 نقاط عن الصيدو اللي بيجي ورانا في المركز التاني الأهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع الوصيف نادي الصيد في صالة أكتوبر إن شاء الله في صالة 6 أكتوبر على صالة نادي الصيد في 6 أكتوبر فرقتنا كده ضمنت الصعود للدور النهائي اللي هيضم أربع فرق طبعا متصدرة في فرق كبير فخلاص الحمد لله إحنا ضمننا ونفس الكلام بالنسبة للكرة طيالة سيدات الدوري في آخره نفس الكلام بالنسبة للكرة السلة رجال يعني خلاص احنا بنتكلم احنا في الابروتش في الخلاص وقت الحصاد بنتكلم الشهر اللي جاي أو الشهر ونص يعني لغاية رمضان ونخش في رمضان كمان 15 يوم وشكرا انتهى الموسم وهنا هيبتدي بقى كل الأندية وتبتدي كل الفرق تبتدي تبص تشوف ايه الوضع وقيم تجربتها هذا العام وطبعنا الرأس هذه الأندية النادي الأحلي